منذ إعلان حزب الله اللبناني فتح جبهة إسناد لغزة في الثامن من أكتوبر الماضي وتصعيده على الجبهة الشمالية باستهداف مواقع وبلدات إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات قرر الجيش الإسرائيلي وضع قيادات الصف الأول لحزب الله ضمن أهدافه العسكرية ونفذ سلسلة اغتيالات استهدفت أبرز الأسماء في الحزب وصولا إلى أمينه العام حسن نصر الله حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله منذ عام 1992 كان صاحب القرار في فتح جبهة إسناد ودعم للمقاومة الفلسطينية في قطع غزة بعد السابع من أكتوبر يقول الحزب إن أمينه العام استشهد على طريق القدس والأقصى إطرى غارة وسط الضاحية خلال اجتماع ضم عددا من المسؤولين بمقار القيادة المركزية للحزب وفي الغارة نفسها أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال قائد جبهة الجنوب علي كاركي الذي نجى سابقا من محاولة اغتيال سلسلة الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت أيضا القياد فؤاد شكر المسؤول الأول عن برنامج الصواريخ الدقيقة في الحزب تقول مصادر مقربة بأن شكر كان أبرز مستشاري نصر الله العسكريين في التخطيط والتوجيه في العمليات العسكرية ولم ينجو محمد ناصر أو الحاج أبو نعمة من سلسلة الاغتيالات الإسرائيلية بعد استهدافه بمسيرة في منطقة الحوش بمدينة صور جنوب لبنان الحاج أبو نعمة تولى قيادة وحدة عزيز في القطاع الغربي وكان مسؤولا عن عمليات عسكرية وهجمات بالمسيرات والصواريخ الاستهداف الإسرائيلي لقيادات حزب الله لم يستثني إبراهيم عقيل قائد منظومة العمليات الخاصة بحزب الله الذي يصنفه جيش الاحتلال بالرجل الثاني في الحزب تم اغتياله بصاروخين من طائرات حربية على شقة في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية كما اغتال الجيش الإسرائيلي القيادي البارز في حزب الله وسام الطويل والمعروف بالحاج جواد بعد استهداف مركبته بمسيرة جنوب لبنان وكان الطويل يشرف على ملفات العمليات الخارجية والتصنيع العسكرية واغتال الجيش الإسرائيلي القيادي في حزب الله أحمد وهبي مسؤول تدريب قوة الردوان والتدريب المركزي في الحزب ونفذت عملية اغتياله رفقة 14 عنصرا في الحزب بغارة على شقة بمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية سلسلة الاغتيالات الإسرائيلية امتدت كذلك إلى القيادي سالم طالب عبد الله المسؤول الأول عن وحدة النصر في القطاع الشرقي تم اغتياله في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جوية جنوبي لبنان الاغتيالات الإسرائيلية امتدت أيضا إلى محمد حسين سرور قائد القوة الجوية بالحزب بعد استهدف مبنى سكني بتلاتة صواريخ في حي القائم بالضاحية الجنوبية ويعد سرور من أبرز قيادة الحزب في التخطيط وتنفيذ الهجمات الجوية بالمسيرات وصواريخ كروز وتمكن الجيش الإسرائيلي من اغتيال القيادي إبراهيم قبيسي مسؤول وحدة بدر العسكرية شمال نهر الليطاني وتصنفه إسرائيل قائدا لمنظومة الصواريخ والقضائف في حزب الله واغتيل في غارة جوية على منطقة الغبير في الضاحية الجنوبية لبيروت اشتركوا في القناة